قلت له ماذا قلت له ماذا قلت له ؟ قلت له ازدي فيه كثيرا ايو باقي انك نهضروا حتى الشفور بدأك الكلاكسوني لان كل شيء كان طلع بقى غير السينابيل ايو بقى كل شيء يتسنده شوية نبيل بان ويا ريت وما بان جاي كيت مختر وجرماء هذه السفرطة من مراه كيف شفته طلعت معي السخونية وما فهمت حتى شيء وصيهم شفت فيها وخنزرات ايو طلع وقلت شفور سمح لي قلت لكم الروتار ولكن اميرة ديالي صفحة ناسا ومسخش فارق ناسا الاميرة النائمة ايو بري هذا جنوك يقول وش تباك يحمقني وماذا وقتكم بالخلعة والصدمة وهذا الشيء كامل بلاس مجمع الوقفة ونوض من سمة بقيت غازة في بلاسة نبيل كان جاني ينشل البلاسة اللي كان شادها ويقول ياختي ممكن تعتني هذا الساك والبندق للسمة سمحي لي الاختيار يقتいうعي في السواب والضرافات لا بزاف عليها هذا انا سنطق الجملة المفيدة للي وردت ما قالت لي انه كهية من غازة بنا حيث سنوضي من خلالها هذه هي حصت نقط ونقلس على أولاك ماذا انت تباك يمشح اللي هولا؟ لا ايمان نحن قمتوا ليس موجود فقط لم اعرفت ما يمشح معي أي واحدة اخرى وقتك وكالسات عادة المهم انت قلت اسمه وانا سأقلس هنا يعمل في اسمك قلت له نبيل انت لماذا؟ اختيته ممكن تنضي هذه بلاستي انا وراجلي قلت له اختي سمحي لي ماكنش عارفة ويني 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 هل السفرة وما درت لي السيدة زربت لي زربة واحدة بدأت لي زهري وبدأت لي بلاستي نبيل قال لي سمحي لي اختي ومدرهش من نقلة السواب ومدرهش عليها ليس عليها امرها سأسمح على هاتش النابيل اشتري لها تكمن 그래서 تدريب المنظر جميل لم160 قد اقوموا لا يknow في ايونا وكل يقberries غير مدرهش أحد للملاتي سهام عليها جاءت وحامت عليها قمت بتعرفني ومن بعد بدأت كتفت للمساجات وكتضحك عليها أي وقتكم قلت سفوحة الكرسي واحدة انفاس مع نبيل وإيمان وهو اللي كان باقي قلت وقدرت نضادر الكوحل وجديس بلاسي وقدرت رأسي على الشرجم وعيني على نبيل كما نعصى وما كنت نرى وياريتني أصلا ما شفت ما سأقول لكم سفرت عاشي للي الحياة وضعت رأسها على كتف نبيل ويديه على يديه ويهضروا ويضحكوا عايشي للي الغرام حتى لا أشعر بدموعي حبته وحسيت بالقهرة قلبت وجهي وبدأت نرى الطبيعة حسنية والفقصة اللي كانت فيها صراحة ندمت اللي جيت هذه السفيرة حسيت براسي ناكيرة هذا إيمان سأقول لكم السيدة زوينة بثاف وعاجبها رأسها الأنوطة وهذا الشي وانا كنت رفح الصالح وبقيت عايشة مع الطبيعة والأراني بودك الشي حتى كنت نوصلنا للسيدة ناري ما سأقول لكم من أول نظرة أشغط الشمال أصلا كله لا أرواح كان حمق عليه ولا زيل فيه دمج كان بغنابيل ما لك نأخذت شمالي أوادي يا ناكا قال لكم السيهم أقول لكم تحمق ما هو منها؟ قال لهم ما هو السيهم ما هو؟ قال لكم نسمعه جيدا قال لهم لهم بالعمار قال لهم أولي أنا عندي ذين واحد هو اللي في العالم وهكذا تسجدوا جميع رأسك أنا أريد أن أضحك قال لهم أميتي ويتيع لكم شخصيا ووقف معنا قال لهم يا غزلان جميع رأسك معنا شوفي لا تدوري الرجل السمتة قال لها أنا اختساكتها لا أستطيع أن نهائيا و هذه الساعة كنت دخلنا للدار كانت كبيرة وفاجة طبقات دراري كانوا شدين طبقات الأولى ونحن البنات كنا شدين طبقات الثانية وطلعت أنا وسيهم وشدنا واحد البيت وضعنا فيه حواجنا ومن بعد كنا تسجدنا حتى عيننا مع الطريق قد تسجدنا قليلا ومن بعد كنا جاعدنا عبده وقلنا فقوا يا كسولات راهلين هذا ومثم ما ما زلنا عسين وقلنا له نحن فايقين لما تغوط علينا حين هذا سننزل ونزلنا ونزلنا وقلنا الداري كاملين في الكوزينة ومعهم هذه السفريطة ولم يريد أن تفارق مع نابيل وفي السيهم كنا دخلنا الكوزينة وقلنا هذا الشيء وتعشينا وقلنا مجمعين وقلوا لك اللعب واللعبة دي الصراحة ايه وياريتني ما لعبت معهم هذه اللعبة حينت فعلا غير تشوهت ايه وحنا كان اللعب واللعبة الصراحة كان جا فيه السؤال والسؤال كان جامل عن تسفريطة اللي اصلا محملتني ما قبلتني انا كنت كتر منها ايه 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 طلعت فيها ونزلت وقلت لي شك انت الوحيدة ايه 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 انا مرضيتش ولعبتها قفزة وقلت لي هلا اكيد عنتي البنت هذا الجاوب مقنعهاش وهي تقول لي ايه 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 انا في هذه اللحظة صفيح ماريت واخداريت ايه ايه وقلت لها ما حققت سؤال واحد هذه الساعة تنفست ايه ايه وبقيت حالفها فيها حتى كانت معي مرة اخرى قلت لكم زهرة والميمون لم يكن قلت لي ايه 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 ماهذا وعليش ما يجعش معك ايه ايه لم يكنك في المغرب لا اعرف ان ماذا اقول في هذه الساعة قلت لي ايه ايه قلت لي ماهذا ماهذا كانت ماهذا قلت للمشاهدة لك لأننا لم نريد أن نتعرف عليه وقلت لهم وقلت لهم أنتم لم تريد أن نتعرف عليه ما سأقول لكم؟ كان كل شيء نريد أن نتعرف عليه أنا كنت أشعر في رأسي غرقانه وهو مزيدين فيه قلت لك شخص عميق وقلت لهم مشكلة أريد أن أقول لكم كيف كانت تتحدث شهر أزاد لشهر عيار أهلا الله مرحبا قلت لهم ما سأقول لكم هذا الذي أنا معه سكن في فرنسا تعرفت عليه من أن كنت لدي أختيها عامين ونحن بجوج أصفرت زربات إليها وقلت لك ما اسمته؟ جاءتها بالزربة وثلاث ميت وائل بدأت تضحك وقلت لك أعجب وما أخونا مصري؟ قلت لك هلا قلت لك يا باز أنا لم أسمع شيء اسمي وائل مغريبي قلت لك ما شيء مغريبي هو لبناني أريد أن أقول لك هاي 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 على لبناني يؤبرني الجمال ثمت فقسات واحد ما زادت فيه وقلت لك يا أولو الرهلين أريد أن نرى هذا الزل لبناني كيف يدير قلت لك لا أكره بالحق تليفوني أخذته في البيت وداباني سأخذتني نرد نمشي البيت لأنني أخاف الصناع لي ومع القانيش قلت لك يا أولو الله هربي منا بالحق لا سأخذها لك لك لا أريد أن نرى هذا الزل لبناني كيف يدير قلت لها أخ وقلت وخليتها وقلت لك يا أولو قلت لها أخذت قلت لها أخذتها إذا لم أتضمتك إلى هذا الشيء قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك قلت لك وقلت لك قلت لك وقلت لك أخذت لك وعملت لك وقلت لك خطتي جهنمية وقد كنت أصابي صاحبتي وقلت لها بشيط المسرين واللبناني وقلت لها وقد أرى سأتصابي الأصحاد لبناني ولكن كان جنزا بك قلت لك وماتلك عن الإطلاق لتصابي لللبناني كنت فترزمي ما سأقول لكم كان غزال في دقيقة كنت سننسى نبيل بالحق لا نستطيع نبيل عشرة عامين و هذه الساعة كنت فتحت فيسبوك جديد و قدرت في تصور هذا الخينة وسميته وائل وسكنته في فرنسا كنت قدرت وصيبت الكتبات كاملة و من بعد كنت قدرت انقوبل معي أعطيت تليفون حتى رأسي و كنت ناس كان جميلة تنسيها و قلت لي الله هل أريد أن تخرجي و قلت لي اخشونا و نجد ان تخرجوا في بحثكم قالوا يلا 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 و قلت لي معنا و كنت اخرجنا و قدرت نتشاهل المدينة و كنت ستشاهل المدينة و قلتنا و قلتنا و قلتنا لكاتو سوفينيغ و من بعد كنت رجعنا على أخرى و أردنا شيء بقى خارج و حتى نبيل كان خارج و قلت نابيل من أجل و قلت نفسيها من المبينة و كنت نحن في مجموعين كيف صباح صباح كنا تحركنا و قلتنا و قلتنا حويجاتنا و من بعد خرجنا لكتشاهل المدينة التي كانت تحمق و تصورنا و كانوا بنات لنا من نانا ثم سأقوم بقى لها و قلت نابيل و قلت نابيل و قلت نابيل صغيرة و قلت نابيل صغيرة و قلت نابيل يريد ريف كثيرا ويستحق عن الذين يحارف على وده نبيل بقي لحد الآن لم يوصف لكم ولكن ما سوف نوصف السيدة سوف نقول لكم طويلة والتجريدة كان وصل لهم على فكرة ماذا؟ وحامر وعنده العضلات أما واحد الوجاه سوف نقول لكم عليه لعوينات في حالة مرسومين الحجبان هامرين وكحلين شفارة طويلة من شفارة أما واحد سديم ولي الشعر رطب وكي يترع رايح سنفت وحامرين توتا ووينته أمامتي وهم اللي يخرجوا عليها أمام عينيه عسلي وفي شميشة يمشي للخضورية أما هذه البيوض اللي في عينيه سوف نقول لكم كدوي ابنات فقوا معنا وإياكم تمشوا وتعشقوا فيه هذا كراح بدي لي بوحدي المهم جل ليل وكان هذا النهار أجمل وأسعد يوم في حياتي وفيه بدأت الحرب الحقيقية مع إيمان وفيه بدأت شي حاجة زوينة مابينو مابين نابيل قال لي يلا يحبني لكي تتعشي وكي يتعشي وقالوا قالوا لا حدث منطي في الدار ونبيل أنه سوف يتعشي معنا وقالوا قلت لي يا هلا الله سوف يتفقنا كميه لكي يتعشي اليوم وقعت رأسي وقعت لأغوب أجبتها لأغوب من فرنسا كان طويلة وحمق في شميشة في شميشة لا يوجد لا يوجد لا يوجد غزي ورشة وقدرت لأغوب الماكياج خفيف وكنت تبسى لأغوب من الطالون وقعت فيها واحدة وكنت نزلت ويلا الله أريد أن يخرجوا قال لي أعبده أين هي غزلان؟ لا سأأتي معنا قلت له لا أعبده وانا لا أعبدك قال لي وابنك بنتي لي ولكن لم تتعشي وقلت غزلان وقلت وكنت نبيل وتقال وقال كنت تحبلي هكذا وقلت منك وقلت سكت سكت ستعرض ومن منك مرم للخرجة ولم يكنو يتاكاع وقلت نري قال هذا لا لا أنا أعلم وعندما وقلت ثم فقط وأنه فكر وما النبيل ايه يكون ليه ولا سنسخة حتى لا نسخة بشي لك و بدأت بحلقة نحس كنت نضيع في الوقت بلاحظة فائدة و قلت مع ام مرش نهار سأتخفي لي الساحة و سيكون قانوية و يبغيني و نبغيه ما داشت بذلك الوقت حتى كنا قد نوقف نقوم باستورة و من بعد كنا دخلنا كنا قلسنا في حالة طبلة كبيرة و جمعنا فيها كاملين فيا كنت قلسة مع أهل اكساس فريطة و انا كنت قلسة لنابيل لا نعجب لحالة و في هذه اللحظة كانت فكرة وائل و قلت لي يا غيزلان شجع ما و ريتنا وائل كما ما زوينش و خفتنا نضحكو اليك ما تخافيش حبيبة قلت لي هلا ولكن انتي اصلا لم تطلبتها مني مرة اخرى تشوفيه ايه 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 احنا للا فيها و دابوا بالرهلينة يكتليفونك في الدك دابا قلت لي هاها للا هذيك الساعة كنت تجبتك الفيس و أعطيته لها تشوفه ايمان شددتليفون و عينيها خرجوا رأيتها واحدة جوش تصور و قلت لي اخوديه طرحة ما بيش انا لم اتجب عليكم و حساسة لم اتجبها الحال كنت تكذب انانية و كنت تتبغي في قديمة هي الطب و نابيل حين كانت يسحب لها انه چشي واحدة مغادي تنافسها و يكون عندها شئ راجل حسن منه هي على مباليه بحالة شدها غنط و مش كنت تبغيه كنت تبغي فلوصوته و مهتم بالمظاهر بزاف بعد ذلك الوقت تعصبت سيدة بدأت غريقة عن نقطة بوط في نابيل قد شد له فيدو و انا كنت تعصبت حيث نابيل هي انا و هي ما تستهلوش و حسيت بها في حالة تأخذ بلاسي بعد ذلك الساعة كنت نط و خليتهم سيهام كانت شدتني و قلت لي فين غادا و قلت لي بغيت ان تحرك شوية و انتمشى قلت لي اللي بغيت ما اقدمشي لكم كنت حسيت براسي تقيل عليهم بثاف و حسيت سيهام كنت برسطة هي و خليتهم شي يأخذوا راحتهم كنت دماغي العثقة فيهم قلت كنت ماشى حتى كنت تقربت للدار كنت مع واحد جريضة قلت فيها و قلت كنت نشوف الناس و نشوف الويدات اللي يلعبون مع عائلاتهم كنت نشوف العرسان الجداد اللي كانوا بيني فيهم الفرحة و جايين ندوزها العرسان بيني نغامل الحنان اللي كانوا ديري الأريسات في هذه اللحظة تمنيت كنت في بلاستهم و تعنا عروسة و لنكن أمو عندي الويدات ولكن أهم شيئا يكون راجدي هو نابل حتى لا أستطيع أن أشعر برسطة لي أن أريده كنت أشعر بأن رجل واحد يستطيع أن نكون معه لماذا قلت كنت في حال؟ أعيش في عالم الخيال كنت أولاد و سميت ولداتي و في الرجل الداري حتى كنت أشعر بشي واحد أقلص حدايا قلت كنت نابل قلت له ماذا تدير هنا؟ أين خليتهم أخرين؟ قلت له أممم جيت نقلص معاك إلى بغيتي و سمحي لي أكيد قلت له أكيد مرحبا لم يكن أي شيء مشكلة ولكن كيف قلت أحرابت من إيمان؟ بدأ يضحك و قلت له أحرابت منها؟ لا أحب ثاني قال إن لمشت نعز و لا أريد أن نعز ذابا لأنه يأجبون بقصهران في اليوم قليلا قلت له أنه يأجبون بقصهرانة و خصوصا إلي كان في حال هذا المنظر طبيعة و نجوم و اسمه يويتي ويتي على الناس الرومانسية سبحان الله في حالك في حالي سنتفهم أنا و إياك يوحكي لي على راسك و نذهب الوقت بما يخرج الصباح أنا اليوم لا أتفرق عليك حتى نتعرف عليك جيد و كنت أحكي و قلت له أني لدي ميت دار و سأقوم بمعك حتى الصباح بعد غده و قلت له أنت شيطي مع راسك و قلت له أنه يوم من نهار تزاديتي حتى هذا يوم حكي لي كل شيء لك و قلت له أنه يوم من نهار تزاديتي لا أتكلم بشيء لك سوى الماما عليه أنا يلا يلا حقلة من عشر سنين لدابا لا يوجد مشكلة للا حكي لي يا للا قلت له أني كانت لديك عشر سنين حتى وصلت اليوم و قلت له أن أعرف أني لا تدار أعرف أني هو الأول على راسك لك يا للا ولكن أنا الذي أريد أن أعرفك الأول هو أحكي لي أنت و من بعد أحكي لك أنا و قلت له أن أقول لك أنا لم أعرف أن أحكي على راسك أنا اسمتي غزلان و لديها 24 أهام و قربت نكمل 25 أهام حاليا قلت غيب في الدار لا أقوم بعمل أي شيء قال لي و أبني و أبنك راح أزوين ولكن لا يجب أن أقوم بعمل أي شيء لا تبقى غيب في الدار قالوا الله ما كذبت الضارة هم هبليني لكي نمشي عند خصيل فرنسا أعيش غيب وحدها مع وليداتها و عندها تمام شروع ديالها و قلت له و قلت له لم أجي عونيني قال لي و لماذا للا لم أمشيت من هاني تكون قريبة من السيوائل قلت له وائل ماذا قلت له وائل آه وائل لا لم يفضحت رأسي أصلا حلا ليس شيء علاقة بيننا سوف تليفونه أصلا لا أريد قال لي ما سأقول لك لكي يكون حسن أنا أبناء بينك لا يوجد عهدك اللبنانيين يقولون ليس جيدا قلت له سافي إذا قلت له أنت هل لم تتعاوض و من هذا لا تقطع عليه لم تتعاوض لي على رأسك قال لي ما سأقول لك لا لا أنا اسمتي نابيل وعندي 30 عام وفتحت الشركة لي دائما الخدمات تمارا وليس لدي وقت كثيرا أريد سافر كثيرا ولكن لم تلقى الوقت وفجأت السفيرة غمت عينيها ولم فكرت أي شيء وقلت نجي لها الحمد لله فأخذيت هذا القرار فأتفجأت تعرفت عليك قلت له شكرا وحتى أنا فرحانة تعرفت عليك وتعرفت على إيمان سأقول لك ما سأقول لك ما سأقول لك لا أعرفت إيمان بابا ساحب الأب ومنين كان نعقل على رأسي ونحن بجوش لم يكن قلنا على بعضياتنا ولم أعرفت ما هذا حب وماذا هو قلت له لا أعرفت ما سأقول لك لا أعرفت ما سأقول لك ما سأقول آمين أو بعيد الشر المهم ماذا يمكن ما سأقول لك ما سأقول لك تعطينا سألت وانسيت مهلا وحسيت بالوقت كلا المهلا القيامل وماذا تريد يمكن أن المهلا سأقول لك لك ما سأقول لك لا تخاف سأقول لك سأشعر ما سأقول لك سأقول لك سأقول لك سأقول لك روعة لا تصوري سأرى بعينك دعني الرقم لك لك في الصباح نفيقك قلت له قيد لي الرقم لك لكي نسجله عندي وحتى اناكز أعطيته الرقم لكي هانت يا سيهام هانا ضبرت على الرقم لكي وفي طريقة اللي بغيت اموت في السم هذا الوقت كنا نضمنا من ثمه وكان أعطيت جاكت لكي نلبسه قلت له لا لا قلت له سأتحرك البرد قليلا وكنت لم ينبسه جيدا المهم كان لديه جاكت الذي كان فيه الريحة في هذه اللحظة احسيت انني ملكت الدنيا كاملة وحسيت ان نبيل رجع ديالي وكان أعيش معه قاعدة الأحلام التي كنت أحلم بها واخا كنت خائفة انه يكون متاهد الذي كان أعيشه بغي أحلام ونضي الصباح بكري ولم أردت شي شيئا وصلنا وانا كنت طلعت البيت وناست والغدية مع الصباح كان صناع لي سي نبيل قال لي قالوا الكازولة صباح الورد يلا فيقي باش نشد الطريق قلت له انا واجد وخارجة دابا وانا عادت في بلاسي كما أريد أن أردت أنني حادقة نبيل قال لي يزبرك الله لك انا أرادئ لك يلا خرجي وباللاتي شوية بما توجد سيهام رحا ما زال نعسى سيهام شفت فيه خزرات وقلت لي انا تبلي نعسى بدرت صباعي على فمي كما نقول سيهام سكتي نبيل بدك يضحك أعطني 10 دقائق ونكون برا يلا بسلامة قلت لها وخافيك يا كيب وقت تسفضحيني قلت لي قلت لي أجل هنا ماذا أتسمعك على البارح فين كنت حتى الربعة للصباح لماذا تكذبني لماذا انا لم أجدت مع الربعة انا لم أجدت ثلاثة ونص قلت لي ما مشكلة لها ثلاثة ونص كنت كنت قلت لي قلت لي ماذا بعضة ماذا قلت لك في هذه الساعة وقت تنطس وعنقتها وقلت له و أخيرا و أخيرا و أخيرا و أخيرا قلت لها لقلت نهاية حتى الثلاثة و قلت لها و قلت لها و اخيرا و قلت لها و أخيرا و هو يا للا الذي أعطني الرقم و أعطني يا دابا قلت لها قلت لي قليلا قلت لك حلفي حلفي نريفرحتني يا ربي أختيكو نابيل من نصيبك تسهله بعضياتكم بدون تحمقه قلت لها انتخلص لحبيبة ديالي هذه الساعة تمشي سوف تساوية لبوسة كبيرة في خدها قلت للا يا حبيبة ستعطيني التفاصيل المميلة على هذا الشيء اللي وقع البارح سنضي للا لبسي حويجك ونخرجه وفي الوقت الذي نوصله سنعود لك كل التفاصيل قلت للا أنت تعقلي عليها ستوصل لسمة وستعطيها في نابيل قلت لها انسيت السفريطة على مالها ستفرق مع نابيل أنا لا ستفرق عليه قلت لنا ونزلنا وفش خرجنا لقنا يالله الدراري لكينين البنات لم يكن لدي شي واحد من غيري أنا وسيهام ومعنا واحد البنت هي ورجلها والسفريطة لا ستفرق معنا حيث قلت لك هي قبل وقلت وهبطت مع الطريق الأقشور ويالله شوية ما قلت لك تكمل حيث قلت لك صعيبة وزيدونك تخاف على وجهها يتحرق لها بالشمش ووشعرها ورجليها ودفارها ويتكويتك واشبح لي أنا اللي لابسة التونيو السبرديلة ووجيتكي الا القادوس ويقشور اللي بغت تتمشيلو تنسى الأونوتا ويخبط في حالة السبرديلة حين تفعلا طرق ديالله صعيبة المهم كنا وصلنا ونزلنا في الأول كنا مجموعين ومن بعد بدنا كنا نتفرقوا بشوية بشوية أنا بقيت لاسقها في نابيل حينته هو اللي قال لي يبقى يحدايا وسيهام بقيت مع عبده وبقينا غادين أنا بقيت مع نابيل ومنقوش لكم على الرجولة دياله طرق كاملة وهو خيف إليه وكيت مشاق بالمني وقد لي الطرق عاد كندوز أنا وإذا كانت شي هفته صعيبة يهزني ويهبطني وليش دياله ليهبطني وانطح هذه الطرق كاملة بالصعوبات ديالها والبعد ما حسيتش بيها دازت بحرم شتعين كان وجود نابيل وخوف وعليه من السيني كل شيء لدرجة ما حسيتش بالعياء وصلنا الأقشور منظر واحد لمنظر رائع عين مصفو ما غديش نوفي حقه خذكم تشوفوا بعينيكم شلالات والطبيعة الرائعة نحن وصلنا قبل منهم وتصورنا وقدرنا رجلينا في الماء والماء كان بارد بثاف درجة أنني مقدرتش وبدأت كنغوط ولمرأت كيف ندير حين تكون تبعيدة على الحجرة باش نخرج وتجمدت في بلاسي ومقدرتش نحرك رجلية ولا أنت منشحت شوية لقيت راسي مهزوزة وعيني يجت في عينيه ونسيت الناس وشلالات ونسيت تسميتي ومشكون أنا وكيف كان دير تماما في اللحظة أحسس في حلكي نغي عنوية في الدنيا نبيل لم أحييت عينيه وأحسس به في حلكي يقول ليه بثاف دل الحواج من عينيه وكانت هذه الأول مرة نشوفه من قريب ونشوفه في قلب عينيه بحكم أنه كان طويل بثاف واحدني فوق واحد الحجرة كبيرة ولم نكذبش عليكم كنت فرحانة بثاف حين تحسيت وخيف عليها قال لي يا غزلان هذا أحسس معك ماذا سأعود لك جامدين؟ قلت له ماذا؟ لا آه قليلا لأسفه جيد ولكن ما بارد بثاف جمعت بدأك يضحك وقال لي وراء هكذا المدية الأقشور بارد بثاف وهنا في كان الحكمة ده شوية العيه كامل سوف يمشي معك ونرجع ونشده الطريق قلت مع راسي أنا أصلا معك لم أحسيت بلعيه وما كرت هذا الطريق تزيد طويل كثير وكثير كي نبقى معك نبيل قال لي يا فين ساهية كما تدرك رجليك نرجع إلى بغيتي دابة قلت له للا للا فين سوف نرجع لم أكرره لو كان نبقى هنا ديمة وسط هذا المنظر والشلالات والطبيئة قال لي اه حتى أنا والله ما كرت اش ظهر لك نبقى وانويك هنا ونجعلهم هم يرجعون قلت له للا مقينة هنا سوف نموت بالجوع بدك يضحك وقل لي دربك دربك على كرشك اي ويا للا للمرة سوف نرجع ويأتي معنا كل شيء ما سوف نعود لكم هذا النهار لم تنسى لي دوسته كامل مع نبيل هضرنا وضحكنا جمعنا كنت كنت أشعر براسي كنت أعرفه من زمان وحتى هو كان يرتح لي بسعب فالسالة النهار كنا نرجعنا ونجدنا هذه الفريضة كنت سنانة كيف رأيتنا لم يحملتنا وخاصة من بعد كيف ترى نبيل يهتم بي ويدحك معي ويهضر معي تمزها تكرهتني كثير وكثير ومن ثم يضعني في دماغها وهذه السمانة كانت هذه السمانة وبقيت أنا ونابيل كنت هضرنا بعدياتنا مرة 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 وكان خرجوا مجموحين وكان يهتم بي بالزعف فالسالة السمانة وتفرتك المجمع وكل شخص يداره ولكن أنا ونابيل كنا نتفقنا أننا نبقى هضرنا بعدياتنا ونجدهم مرة 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 كما تشير الصداق لاحظوا هذا أكثر من 10 يام وفي واحد النهار كان لدي سهام لنخرج أنا وياها حيث هذا اليوم كان لدينا ميلادي كنا خرجنا ومشينا إلى القهوة كيف دخلنا؟ أحسنت أن هناك شيئا ما هي أحسنت أن هناك شيئا ما أحسنت أن هناك شيئا مفاجأة كيف تفضلنا أي خطوات؟ بل هي نابيل وعبدو هزين واحد طرطة في هذه الصورة وفي ذلك وفي ذلك لا تصوروا كيف كانت كيف كانت قلصنا فوق الطبلة كبيرة وكانت منظمة بطريقة زوينة الورود والشمع وعرضت بأن نابيل هو اللي يتكلف بكل شيء وقلت كيف تفضلت لي الصفريطة داخلها من الباب بوف يا فرحة ما تمت؟ كيف نعرضها؟ ولماذا هذه وهي أصلا لا تحملني؟ قلت لي عدم ميلة ساعد حبيبة قبل مئة عام لا تقلق لك لها قلت لها شكرا حبيبة وقلت مع ناسي يعطيك شيئا ما إن شاء الله يهرس لك لك عدم مئة صفريطة وقت تحرمي لي فرحة ولكن سنهجروا لك هذه الساعة قلت مع نابيل وقلت شكرا كثيرا على كل شيء وشكرا على ضغطك الرائع والتنظيم لك يحمق هذا أجمل ميلة في حياتي بسببك انت سأذكرني ليس أن أذكره ايمان قالت نابيل انت سيبتي هذا لماذا يا غزلان نابيل عزيز علي الخير ومريد ان تجعل هذه ميلة لك أسرحة بعض اخيبوا انو بينك تتخلوا الى 5 وقت لا يحتاج لك انتظري جيدا سوف تبقى اتفكر انك في عام على عام اتنشى فيه وكذلك المشيشة لا يستطيع فهم او اييو لماذا هذه لدي المعيور طايطاي اعطيتني 10 للدس لم يكن تعرفها ان اتنشى فيها و يحاولون ان يصدروا الموضوع و نابيل اكثر و اشتتها من يديها و اخطأ وقال لها زكتي وهي عاد مازل زيدة فيه وقال نبيل شفحت عيه وقال ناد وجره وقال يا غزلان سمحي لنا تخسر ودابا وقلت لهم الله قلصوا مرحبا بكم وليس مشكلة كما تفهم صوابة هي كيف سمعت هذه الهدرش علات؟ هذه الساعة اخرجت فيها طاي طاي وقالت لي اسمعيني نقول لك واحد وش كلمات انت يا ناكرة ونبيل عمر يشوف فيك بلا ما تحاولي انا عايقة بك ما النهار دي الكار كما تحب لك انا دمدومة في حالك؟ ما اليومة؟ نبيل عمرك الضري به اسمعتني يا البيرا انا تمحلت فيها فمي وما بكت قاعدة نقول لها احد شي كلمة وبكتغي ساكتها ودموعين نازلين شلال بلا ما يتشاوروا معي ولد الحرام نبيل تمت أصف ديال بالصح وكنجرها بالجد حتى الطالون اللي فرج لها كانت تهرس وكانوا مشاوا وبكتغي انا وعبدو سيهام وكتصبروا فيها ولكن انا صافي ادميلا دي باز بقى فيها الحال وحلفت حتى نرجح حقي مهم ذات هذه الأشياء وفي الليل كانت تصل بيها نبيل وإعتذر مني وعرض اني هي الأشياء الغدله انا في الأول كنت اقول له لا وهادي قليلا ما اجيتيش سيبقى فيها الحال وقتكم استغلت الوضع وقلت له خمس مشكل وكنت قبلت العراضة ديالله وناس هذه الليلة والغدله كان نهار حاسم في علاقتنا اللي اتطورت بثاف في هذا الوقت خصير ماذا سأقول لكم لم أعمرني لم تكن حلم انه علاقتنا تطور بهذه السرعة نطس ولبس اجمل ما عندي وقضيت راسي ومشيت عنده قلت نبقى نهضره واعتدر لي بزاف على تصرف ديال ايمال ومن بعد قال لي غزلان ممكن بقى مطلقة مرة ومرة إلا بغيتي اكيد على حسب الوقت ديالك شوفي ليه ناسبك قلت مع راسي اشكس قول كيف اشي لا بغيت وره دخلف ثلاثة سيمانات وانا كنت سنة هذا اليوم نري وانا نقذبه وانا نقذبه غزلان تبتي راسك وقلت جاوب معقول ولم تبضحينه زيرت على راسي وقلت له موافقة اصلا وقتي كامل خاوي انتلاقى باستي كل اليوم السيد بدأ يضحك وقال لي اخلقتيني شكسكتا قلت لم تريد وقلت زعمت تقوليها لي وانتي مسالي وانت غرفة من تلسقي وبدأ يضحك دار عندي وشفني بخنزرة وقلت لي اخلقتيني وانا يجب ان تضحك وانا لم تتصنقلت وقلت كيف سيهمني تقرسيني وقلت لي ما نفعل قلت له لازع مقصد عادي ليس مشكلة نتلاقى انا سأأتي من الان انا لا لدي مع البروتوكول وتزوغ الهدرة وهذا ما في قلبيك قال لي حساء انا لا لدي معه يالله هاتي هذه اليد ونصفقه من اليوم نبقى نتلاقى ونحكي لبعضياتنا كل شي ما نخبيه واله اسمعتي واله قالوا ايه اللولا ايه وبدأ لنا سيدي وعود لنا على صفريطة الإيمان بدأك يضحك وقلت يا ناري اختزار بسهلية دخلت الكود صفريطة نيشان قلت يكون صحابني كن خلينا اغلاء البروتوكول الوصافي ودوينا قلنا مكي لبروتوكول سنهضرون نيشان وبدأ لما تتلفني وعود لي كل شي قلت لي ما سنقول لك إيمان لم تتهمني حتى عقليتها لم تتهمني وتصرفاتك السفزوني وأكثرين هذا العيد ميلادك عصبتني كثيرا وتخاتمت معها ومن هذا النهار لم تتهمني وقلت لي لم تتعلمني قلت له لالله لكن على الدي غدوي معها لا لدي مشكلة رأي انسيت هذا النهار سنفر اللي وقع وقع وما سنعود أي شيء من اللي فاتت قال لي عرفتي انت بشكل وفيك حبيجة الزوينين مخبيهم ولكن عندك قلبك عامر بالحب الرومانسية وحتى الحزن شكرا جزيلا على كلامك الزوين قال لي هذا ليس كلام الزوين وهذه حقيقة وبلا هذيك شكرا حيث أنا اللي كنشوفه ونقوله وطفقنا من الأول أن نهضره بلا زواق بلا اسباغة مهم هذا هذا العشرة ومن بعد قلنا نتلقى دائما ونهضره في التليفون لم يكذب لكم لا كنت مستيقى رأسي وكنت نقول واذا فعلا انا وصلت النابيل لا يمكن السفريطة في كليامات كانت دائما تتصل بنابيل وقد قلت لي وانا أحمق عليك وانا أريدك وكان يقول لي انا لا أستطيع أن أرجع لها وقد قلت لها لنيشان وهي قلت لها لا يوجد مشكلة المهم نرجع أصدقائك كيف لم يكن حال هذه واحد النهار كنت جلسة في الدار وقال لي الفيسبوك لها باسمي سكوتر وقت نفتحه ونرى كائن وجدت مساجن عن نبيل كاتب لي فيه أين هذا الغبور؟ قلت له هانا قدير نتلفس عليك قال لي الحمد لله قال لي أين كنت يا صاحبتي لا يريد أن أعود لك شيء جديد وقع قلت له ما نوقع؟ قال لي تعرفت على أحد البنت غزالة ودخلت لي الخاطر فقع هذا الشيء الذي أريده لا أستطيع أن أشعر هذا الإحساس ليس لك هذا الشيء كنت جدت أن إيمان ما أمرني ما أريده وانا هي هذا مخاسمي وعرضاني العيد ميلادها لكن لا أصدق ولكن لم أكن أفكر أن أصدق معها وكنت أفكر صراحة ونقول لي كل شيء ولكن لم أكن أعرف كيف سأقوم بها في هذه اللحظة حسنت براتي طيرة وخاما كنت أتكر سميتي ولكن كانت بينها أنه يهضر عليها ثم قررت كيف حرمت علي العيد ميلادها نحرم عليها عيد ميلادها وقلت له لا خذتك تذهب عندها وتهضر معها وتوضح الأمور مهم أن تكون لسانه حتى تعرفت بالضبط وهو كان لديها لقد أفكرت وقلت رأسي ومشيت الكافي ودخلت وقلت السفريطة كيف رأيتني تصدمت وقلت غير كتشوف وقلت لي ماذا تدري هنا ماذا تقول لك البلاسة يالله يخرجي أنت لا معروضة وقلت يا حبيبة لم أأتيت لك لقد أجدتكم هنا بالصدفة قلت لي أنا أعرفك يا بيرا هذا شيء لا أردت بالصدفة وبدأت تعير فيها وقلت أن أبكي وقلت رأسي حزينة وقلت أن أسخف نضي نبيل وشد فيها وقلت فيها واحدة شيطانية لماذا تقلت الأدب وكانت قال هذه الساعة ياللهي قلت له أين سأذهب قال لي أن نصل إلى الأبنة ومن بعد نصل إلى الأنوية قلت له أن أضروا دابة قال لي هدو ويدز سأذهب إلى الأبنة ومن بعد نصل إلى الأنوية وقلت أنا ونابيل وفي الخرجة قلت وغمستها تحلفت علي قدام الناس وقلت لي لا وكانت معك وآخرجت فيها وما هي أنا نبيل لم أجد الحال وتقلقها فحصا أن تطلقها وخاصا لذلك تغوية الناس وقلت لكم وقلت لي ويتهل وقلت لي كيف تضجتي كما تعرفت برقب وقلت له فكرت له أنت عن الأرض قال لي يا سيد أجبو قال لي قلت له وكلي وكلي لماذا نتحدث ويقول لكي يشوفي ويضحك ويقول لكي سأعود لك ويقول لكي سأعود لك ويقول لكي سأعود لكي ويقول لكي جرحتني بكلامها ويقول لكي حصل ومن بعد كنا كنا نهضره يوميا وعلاقنا بالتطور بشكل رهيب سيد ولكي غير عليا يتحكم فش نغلبس وين سنخرج امتى ندخل وامتى نخرج والنهار وما طال يأتي معي في التليفون وكنا يوميا نتلاقعه في واحد النهار كنت دائرة نوية لكي نخرجه وكنت لبسة قصيرة قصيرة وكيف تلاقيت معه وشافني وجهه حمار وعينيه ولو كيف تجمر قال لي اشهد لبسة اللي لابسة قلت له عزباتك جيتني زوينة قل لي ما كانت تحكش معك اشهد لبسة قلت له هم عندي بزاف قال لي للي قولي هاليون مشيشري لكي عرام دي الحواج مسورين وما تخرجي لي بحل هكا قلت له ماذا؟ هل تحكش في بلاكاري اللوحه؟ قال لي خبيه حسن نكون انا وياك في دار واحد قلت له بسهلية قلت له نبيل زيار معايا ماذا تقول؟ قلت له نقول هذا الشيء اللي كان خاصتي نقول له انا كنت لنهار لنجمع انا وياك في دار واحد النهار اللي تكوني مرتي وحلالي انا تماما كنت حشمت وحسيت بالخلعة قلت له كنت رعد وكنت عرقانة قلت له ماذا؟ قلت له ايوه انا احضرت رأسي ولم يستطيع ان نهضر ايوه السيد شفية وقلت له لا تجاوبيني ايش واخا كثيرة مرة واحدة انا اتخلت وقلت له ماذا تفعل؟ اخصفي وقف وقف انا سوف ندوي معك وقف وهو كي كثيري قلت له سوفي وقف سوف تقسلنا وقف قلت له ايوه قلت له ان كنت احضرت وقف والله احضرت جاوبج ايوه لقد تستطيع ان نحضرت و شكرا احضرت ويبقى تلك الغربية في الشنطة الناس وقفوا ولم يفهمون أي شيء قلت له نبيل ماذا تفعل؟ حشوما ايوه نخرج وقفنا وقفنا في واحد بلاسة من البحر و كنا نزلنا وقلت لي فيديها وقلت لي سمعيني جيدا انا من النهار الذي تزايدت الان و لم أتريد شيئا و ايمان كانت علاقة ما سنسميها و الذي دينا فرضوا علينا هذه العلاقة و انا بقيت فيها بالحق من النهار الذي رأيتك و انا اشعر براسي ان انا لا يمكن ان اكمل معها حيث فعلا هذا الشيء اشعر بك مختلف عن هذا الشيء اشعر معها كنت اشعر معك طائر و كان بغيك و كان حماق عليك و كنت اتمنى انك تكون تشعر بالنبس هذا الشيء اشعر به كما قلبي نزل الركابي و لم يبقيت قد نهائيا نهضر قال لي ايوه ما سنسمع صوتك كيف تشعر انتها و كيف تبدلي لنفس الشعور و لغي عنا اللي مدفك فيك هذا الزيت في عيني و قلت له انا اريك قال لي يا حلفي و قلت له صافي انابيل قال لي ايوه يزل لك يحشب و شد لي فيدي و قال لي يا غزلان انا من نهار شفتك حسيت فعلا كنعرفك مدة طويلة و كل مرة كنشوفك كنشفك حاجة جديدة التي تجعلني انتعلق بك كثير و كثير و اليوم اريد ان اقول لك انك يجب ان تعرف بي انك يوليتي واحدة مهمة في حياتي و كان بغيك بزاف هذه الكلمة ندريها في بالك مهمة الكثير من الكلام قالوا لي هذا النهار الكلام التي كنت متمنى ان سمعه ما حاله و وصلني للدار و من بعد علاقتنا كانت غذية و كانت تطور علاقته بايمان كانت صافحة بذاته اخيرا نابير رجع لي انا و اديدي ببوحدي و كنا تتفقنا ان بعد عشر ايام سيأتي لكي يخطبني كنت اسعد انسانة في الدنيا اي حاجة زوينة و الخيبة وقعت لي قبل لا تصبح شيئا قدام هذه الفرحة التي نشعر بها قبل الخطوبة بخمس ايام كنت افتحت الفيس لمدة طويلة لكي نحيض كوتر حتى نبدأ صفحة جديدة مع نابير و اخا كنت نشعر بالدنب حتى لا نستطيع ان اعترف بله بانني انا هي كوتر اذا كيف افتحته بلي واحد المساج من نابير لا اعرف كيف نفعل شفت حتيت و قررت ان ادخل قبل ان اقرأ ولكن الفوضل قتلني و ثم كنت افتحته هذا المساج بسبب حياتي كاملة تدمرت وهو اللي يجعلني حماق المساج من عد نابير كان مكتوب فيه كوتر من ان اتقرأ المساج سيفت لي ضروري ان اتقرأ معك انا دخلني الشك و قلت يمكن ان اقول لي شيئا و قبل ما نفكر سيفت له مساج و قلت له نعم قال ايه فين غابرة انا كنت لك دخلنا نهضره قليلا قلت له انا لا انت صافة ايك لا بس انت الوحيدة لك و نعود لك كل شيئ والحبيبة جديدة التي قلت لها فين هي من هذا الشئ حتى هي تفضلها و تعود لها كل شيئ انا اعرف ولكن احد ضروري سوف نقول لك لا نستطيع أن نقولها لها و قلت له ماذا تفضل احكي لي ايه كاين قال لي اختي كوتر لا نكذب عليك غزلان عمرني بغيتها ولا سوف نبغيها انا كان بغي غير واحدة وهي اللي في حياتي وهي اللي كان موت عليها وهي ايمان من غيرها ما كينات بنت تقدر تأخذ بلاستها ف هذه اللحظة دموعي نزلوا و كنت اكتب ليه حين تبغيت نفهم علش و قلت له لماذا انت معها منين ما كتبغيها سوف يحبس كل شيء ورجع الايمان وتهنى و خلحت هذه البنت عليك مسكينة لا تضحكش عليها كل شيء سوف نقول لك اختي انا ضحكت و اصدقت حاصل واحد حصلة كبيرة بثاف في الأول بديت معاغي بالضحك بزعمة ايمان تغير عليها و لكن بشوية بشوية الأمور تطورت بثاف و دورة بقية خمس ايام على الخطبات دينا و انا مقدرش انسى ايمان و لا اعرف ماذا نفعل مع هذه الخيتي و خلاص اليوم اعطت علي ايمان و كتبكي و قلت لي انا احمق عليك و اندمت على هذا الشيء كامل و احسيت بها سافي كتبغيني و كتبغيني و احمق عليها و حتى انا كنتبغيها و كنتمت عليها و لا نستطيع انتفارق عليها لا تضحك عليك ما عمرني تخيلت شمرتك المرتي من غير ايمان كيف سوف يقول لك كوتر انت ابنت و تقدرت فيديني في هذا الشيء ما سوف أقول لكم كرهت و عفته و لم يبقى حاملة فيه الشهرة صدق قداب و حمار و مات و اطفلت هذا الويل و بلا ما نفكر و لا نشاور حتى واحد جمعت باليدي سيوح و يجيك كاملين و هزيت الباسبور الذي كانت ما زال فيه الفيزا بقى فيها خمس شهر حجزت في اول طيارة لديني ما ترجعني و اذهبت عند اختي الفرنسا لكي نبدأ حيات جديدة خليت تكون شيء مراي بلا ما نشرح لي حتى شيء و لا نقول لهم بسبب السفر و انا اللي كنت طائرة و فرحانة و كنت وجدت خطبتي و شريت كل شيء و عرضت على الناس كل شيء كان فرحلية و كل شيء كان مزيان هذا الشيء كامل خليته مراي و خليت ماما و بابا حيرين و حتى من سيهام ما قلت لهوالو لا تسلمش اليها اما نبيل خليته من الله حتى هو اصلا سيكون فرحان حتى هنيته مني بلا ما يقلب على الطريقة لكي يوصل لي انه لا يريد و دارني طريقة لكي يدوز الايمان و يدوز القلب كان كذب علي اصلا انا اللي حمارة طيقته و هو دي ما كنت حدا و لم ارى كيف حتى اليوم عدبت له لماذا لم افكرت عقلي انا اللي كنت غبية و انا اللي كنت حمارة و انا اللي اعطيته هذه الفرصة اللي يضحك علي و يستهزئ بي انا عارفة رأسي من نهار نهاري ما عنديش الظهر و ما عنديش الميمون شفت حتى عيت و هربت عرفت رأسي جابانة و لكن هذا هو الحل الوحيد اللي يبقى قدامي و خمرة مرة رأسي يقول لي ما ادريش نصغالات اللي ادرتي مع موعد و واجهي و احاولي له كل شي و لكن قلت ما عندي ما نقول له سافر اللي اعطاه و السيدة ندويت معاه و هو ما بغينيش كيف نفرد عليه رأسي ما يمكنش و هي ممساة الفرنسا و بقيت عند اختيك نحاول ننسى و لكن والو ما قدرتش انا قلت في فرنسا مع اختي ولادها و لكن عقلي و قلبي كله معنابيل و كنت فعلا بغيته من كل قلبي و ما قدرتش نسوهب هذا الشيء اللي يدر معايا لماذا قدرته تكون كدوب ما يمكنش هذا الشيء كامل اللي يقالي يكون كامل تنتيل أو و كنا لهذه الدرجة تبدومه او ويلي نريش حل كنت حمارة اللي بقى فيها اكثر هو ان ايمان في الاخر انتاثرات و اخداته و لكن ربي يقودني ما عليش فيها خير كنت كدب على راسي بهذا الكلام و لكن انا داخل دي كنت عارفة ان الخير لم يأتيني بالنابيل اتخفر الله كيف كان خربق سافي سافي خذ نسلي جو جرقات و قلت و تبضيت و ايلا الله اريد نسلي شفتني الهام و قلت لي و ايلا احماقيت و ايلا اريد نسلي قلت لي اريد نسلي نرتح قليلا و احيد عني الغمه قلت لي اعود لي و قلت لي ما كيف يكاين و قلت لي ايلا الله سليت و قلست والت خير و اكتنا و اتقلت топطح avec و قلت لي يا حمد ATL و احسسف و قلت لي و قلت لي لا تقول dulu أيти يحدث و حتى و قلت لي لقد أنت مرحب المواد تتتاح يحب أحد الشخص وأريد أن يرى لك قلت لها لم أشكون قلت لك أن تقول لي أن أحده شخصاً في أي عام لا أريد أن أقول لها شخصاً وهي تبني لي هي سيهام و قلت لك يا سيهام لا لا يدريك لك لم أكن تتحدث معه والسافي قلت لها أنت لبس عليك قلت لي الحمد لله و أنت لبس قلت لها لبس و قدمت الهاتف و قد تدخلت البيت و قلت لي أريزلان أنني لم أكن أصحابات لأنني أحبت أحبت في صاحبات لم أتعلم أن أعرفك حتى من المشيتي هذا الشهر و أنا كنت أسأل داركم نبكي ونزوج في أمك و نقول لي إن لمشته المسخوطة و أماك قلت لي اللحقة هنا؟ اللحقة هذه؟ قلت لي أرى أن أرى ما تلميها أنا لتقل لي أي شيء واحد قلت لي أن أردت أسافي قال لي أن هذا أريد أن أعود لي كل شيء و خاصتني أن أفهم على ما هو بالضبط و شيت بهذه الطريقة أنا رأي أن أتنبت و لن تفهمها كيف أنت إذا كنت تحماقي وتزوجي بنابيل والذي هربة منه في الوقت لما يبقى لكم والو بجدروا الخطوبة لكم هذا شيء فعلا يحير سأقول لك سيها أنا عيت ومليت واليوم فعلا سأعود ونرتاح وكنت عاودت لذلك الشيء كامل وكنت هي أول واحدة سأعود لها فسمعت هذا الشيء تصدمات وقالت لي الشمات الكلب أنا سنوريه وديره تنفقصه ويقلب معنا ويسول عليك وكان غير كذبة وفي الأخر رجع الإيمان وأنا سوف يدير العرص هذا السيمانة على حسب ما قال لي عبده بدي سكين بكي وقلت له بساحة سيتزوج قلت له وصافي لا تبكي لماذا تبكي عليك؟ ياك عرفتي على حقيقته رو الله لا يستهلك هذا ما ماته ولكن سيخليه والله لا تبقى فيه قلت له اسيهام وعديني لا تذهب عنده ما يأتي عندك لا تهدري معا ما تجد معه موضوع قلت له دعينيه لا يمشي كل شيء قلت له يا أخي حبيبتي على خاطرك قلت له من بعد ونهدره ويمكنت قطعت عليها وكنت أشعر بقلبيك يتقطع وقلت لا يمكنك نابيل ستزوج هذه السيمانة إذا فعلا هو كان يكذب عليها عند حتى هذه اللحظة كنت دائما كنت أكذب رأسي وقلت لا يمكنك سيد سيكون هناك شيء لم أكن أعرف كنت أشعر بأن هذا الشيء ولكن لم أكن أعرف أن تزوج كنت تأكد مئتين في المئة هذه السيمانة كاملة بكة لم أكن أخرج من البيت دائما سدع لي وكن بكي قلت بالزلسة لتدخل لي قليلا وكنت بقلسة معي حتى نأكل بالطلب و بالرغيب يوميا كانت تأتي عندي وكانت تقول لي خرجي سأشوفوك والله يا أختي نضرب وغد ويرا دربك الشميشة وتشمي لهو وانت سدع لك في هذا البيت ولكن أنا لم أكن قادة كنت أشعر براتي نهار على نهار كنت أموت أبقى تهكك حتى الواحد نهار دخلت عندي أختي وقلت لي اليوم لا سأنتفكش معك سأتدخلي تضربها لك بتدويشة ولبسي حويجاتك وتقدي وتصيبي سأخرج معي أنا والوليدات قلت لها لا نستطيع قلت لي قلت لي لا سأنتفكش معك سأتدخل أنا لا أخرج من هنا أولا وانت منين جئتي لم أخرج شيء نهائيا أبقى تطلب فيها وكانوا دخلوا لدعبتهم بدأوا تطلبوا فيها رأيت وقلت لها وقلت لي لا مشكلة أبقى تنط وضربتها لبسي لبسي حويجتي وخرج أنا وياهم ومن بعد بدنا نظروا في جوارع باريز الخلابة حتى كنا بصند الوحيد الساحة كبيرة أنا كنت قلت ووليدات أختي كانوا يلعبوا قدامي وقلت أختي قلت أحدا شبية كانت نادت وكانت شدت أولادها وقلت لي بقي هنا أنا سأتشري لهم غيلة غلاس ونأتي قلت ليها واخ كانت تذهبت معهم وأنا بقيت قلتها وكانت تفكر هذا الشيء كامل الذي تزعلي ولم أحسس بالدمها حتى كانت تنزلت في واحد اللحظة أحسس بشية تحطت لي فوق عيني حتى أحد لم يجبني تعصبت وحية اللحظة بالجهد فشية عيني وجدت الكثير من الناس واقفين قدامي وكشفوا فيها من بناتهم سيهم وعبدو واختي إلهام وهذا الورد حمر والشموع ما فهمت والو قلت نشوف ما كان مغمض لها عيني وجدته نابيل في الوحدة واحد البوكد فراخ كبير وفي اللحظة هذه البوطة حمراء فيها خاتم وقلت لي موافقة كوتر قلت نقول غزلان وبدأك يضحك قلت له كيفاش عجبك وماذا هذا الشي وماذا تقول لك كوتر وإيمان لا تزوج شيء شيء بلاتي بلاتي وما تزربيش عليا أول حاجة على ما جئت هنا يبل ما تقول لي يا والو والله لا تبقى فيك من بعد ونتفاهمه انت ما زل عندك الوجه اللحظة التي تزربيه قلت على فمي وما خلانيش نكمل كلامي وقالي يا زكتي ما تقول لي حتى شيء شيء وانا لا تبقى عليكم سكت حتى تسبح لدليت نوم مغناطيسي دعيني نكمل ومن بعد انت هدري المهم في هذا النهار إيمان عطوا لي دارهم وقالوا لي رأيها في سبيطر وكتموت مشيت وقالوا لي حاولت انتاحر اباها وماما هلموني وقالوا لي انت السبب ديالها لا تبقى عليك انا وخفت عليها ولكن ما كنت وعدت بحتي شيء في هذا الوقت كنت تعييت لك ولكن ما كنت اشكت جاوبي سوّلت حتى عيد هناك شخص اخبارك من غير قالوا لي انك سافرتي كنت خايفة عليك الكثير وكنت احماق نهار الأول نهار الثاني نهار الثالث حتى كان ذات أسبوع ثم قلت لا يمكن هذا ما دارت هذه الخطوة إلا وهي ما بغانيش ولا بغانيش ولا بغانيش ثم كنت ذكرت وائل وقلت له ربما رجعت وقدرتي معاه وعرفت انك لا تكمليش معايا وهذا الشيء خطاري تزعمت لمشي عنده قلت له قلت له لقد عرفت أصلا أنها دوائل لم يكن ولكن هذا الشيء عرفت مؤخرا من عن سهام لقد أريد أن تفهم لماذا كنت تلعبا لنا ولماذا كنت تتساور في الفيسبوك وهذه الحلقة كاملة قلت له ليس شيئا سأعطيك فريطة هي اللي خلتني ندير هذا الشيء ورجعتني إحداكم قال لي يا سافر عارف عارف دعني نكمل لك مهم في ذلك الوقت أنا هكيا فهمت فهمت بأنك لا تبغينيش ولم يستطيع أن تواجهني قبل عارف أنا وإيمان الذين كانوا تبغيني والدي ومتغيني إيمان بالضغوطات التي كنت تقومي وكانت تهددني بالانتحار وكتقول لي لقد قلتني سوف يموت كنت وافقت على العارف لأنهم يرتاحوا أما أنا كنت سوف ينهبال عليك ولم فهمت لماذا كنت لدي ولكن سهام قبل عارف بيومين وبدأت تسفي وتحيح تم عاد كنت فهمتني وما كانت فهمت وقالت لي على كوتر والتي هي أنتية فأنت تقومي بحلية الفيسبوك التي لم تكن حلتها لك في الأول كنت متأكد ومع الأمور ومن بعد الغياب والمشكلة التي تقدمت إيمان والعرث ومن بعد عارف هذا الساعة كنت حلتها ومعي حلية لقد اخذت الاساس ذكرت أن المطباس لديك كما تقول لها ومن بعد فعلتها لم تكن وكتبغي و هذه الساعة لم تتواجهتها و قلت لها سمعيني إذا لم أعطبت لها بكل شيء سأذهب و نجدك و هذه الساعة لم تبقى من نواله و قلت أنها مراقباني و قلت ترى الهضراء الذي كانت أهضر أنا وياك كما كوتر و قلت لها هذا الوضع المهم قلت لي أنها تبقى متبع هذا الوضع و هذا ما رده لها البال و النهار الذي كنت أعرفت و قلت لها البلاسة كانت شكت أنك أنتية تكون كوتر و هذه البلاسة كانت غابرة و لم يعرفوها الكثير من و قلت لها الساعة و اخترتها لكي نكون غير أنا وياها و لم تقلت لها أي شيء واحد كانت تأكدت و قالت أكيد لا تكون غنتية كوتر و لم تقلت لها و قلت لها سافي و قررت لك الخطة التي تحتفظ فيها و أنت قصدها لا تجعل لها فرصة أنتية كدبت عليك و قلت لها هذه الهضرة و قلت لها في الفيسبوك و أعطت لي ورديها و قالوا لي أنت حرات و أنا لقد أجريت لها و من بعد فأنا عدت لك و لقد أتكسافي و لم تقلت لك أي خبار و من ورها قلت لها و قلت لها حتى كنت توافقت على العرش و أخاقل بي لم يكن معها و لم يكن معها و لم يكن معها أو يكن معها أخرى من غيرك أنا أريد أن تكون لهبيلة و أخاقلت لكي كثيرا لأن هذا شيء كامل بسببك بسبب الطيران لك و كنت تزوج بها و كنت تزوج بها و عودت لي كل شيء لماذا هذه الساعة لم تأتي لها و صارحة أخرى و قلت لها هذا الشيء كامل لماذا لم تأتي لها و قلت لها تكذب عليها كيف أن أكون فاهم ما هذا الشيء كامل الذي قد رأيتك لماذا لم تكن تشاهدا كيف سأكدوك لا يمكن لفعل كثيرا قلت لكي أنت شكيت فيها قلت لها قلت لكي أنت شكيت قليل و أخاك تملت لي و كنت سوى و نعرف بالضبط ما هو الواقع من المدارة قلت لكي أن أصدق قلت له قويلي يا فريطة تطلعني خطيرة لها هذه الدرجة و لكن المشكل ليسوا منها المشكل من هذا المارك اختار علينا هذا الفيسبوك والويل بوك هذه المصائب تأتي منه انا لم اتسمعت ازلت الفيسبوك و حلو تعمرني مازال ندخل له في الساعة قمت له فيديه و قلت له اسمح لي بزعف انا عرفت رسي غلط و كيف قلت هذا الشيء اللي سفتت ليه كنت هزيس باليستي و لم أبدأ شفت من مرايا نهائيا انا عارفة رسي جابانا و لم أحاول نحل المشكل دائما كن هرب منه نبيل كنزرني و قلت له شيء بعد فهميني كيف كانت لم تكن سيطاح في ما من الواقع و أقلت على الأخبار هااا건 انا رمك بتلقبانين فيما كنت ليس نحرك و утion Lindsay ثم أبعلك و لكن لم توجد عينك يرا attractions ان تكون و كانيني غ 84 بداك يضحك أخبرني見 الله انا عرفتك قلت عن بل ماذا نتاك يكون ب Har babs الساعة قلت لدي و قلت علي انا مراتك المستقبلية وحناك لا تبقى على المراتك انا ت Lochak م tester لقد قلت لك أنت لخصتك تقول لي و أنت لخصتك ترد البال قال لي الهبيلة ماليش كل شيء من الخير و كنت خيرا فيها خيرا هنا اليوم مجيز عندك حتى الباريزة لقد قلت لك ماذا قبل تزوجي بي و كان قلب صوت عالي بزاف قال لي سكوت قال الناس يشوفوا فينا قال يا ناريكا تحبقى و انتحش معنا أنا كنت حضرت عينيه و قلت له عرفتي أنا حلمت بهذا اليوم و حتى بهذا اللقطة ولكن كانت في توكيا دماج لا تحقق الحلم كامل و قلت له فيه تنتي و قلت الشموع و الورد و القلوبة و الناس و فرنسا و لم يجبك الحال و قلت لي أن لا تحقق الحلم و قلت لي على تركيا قلت له لم أفهمتك أنا كنت حلمت أن هذا شيء يقع في تركيا و كانت الشموع و الورد و لكن كنت غير عنوية و صافة و كنت في وصل البحر في شخص قلت أن أريد وفقه على الزواج و تلقينا الفراجة و قلت له ما قلت له ستحققه واحد دقي و اخبرت الناس و ستصفق و أنا لم يجبك نترك في تركيا و نهبط على الركاب لا 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 نحن نرىهم غربة و قلت وقفوا و ندخلوا الخاتم في اليد و نبصوا الراس و هذا ما يجبك قدامي ساعة سالات و قلت لي أن أخبر لي الرجول كان ليس ذلك و المهم أن يبدأ يصفق و ادوزنا هذه الليلة غزالة قلت له أن أخبرت هذه اللقطة تركيا و أخبرت على رجلي و لم أكن أخبرت هذه اللقطة و لم يكن أخبرتها و كان دمع و كانت مادئة مروكو و الزوين في هذا الشيء كامل هو هذه البوطة الحمراء كنت أرى بالضبط لأنه كان داخل فئة كان أحد الخاتم لغزالة و كنت أعرفت أنه الزوين و راقي و تأكد أن هذا هو الرجل الذي كنت أحلم به منذ ذلك اليوم عرسيها أما أنا سبقت هذه عشر أيام تزوج أنا و نابيل و حين سيهم لم يكن لديها و لدي العرس و قررنا لن أجلها العسل حسن لدي العرس سيهم و هذه الساعة نمشي و أنا أريد أن أجعلها مفاجأة حبيبتي سوسو اليوم ستكون أجمل عروسة العقبة لقاء لبنات العزبات و سأقوم بي إدعابة و ما أري ادعنا من لديها الله يسهل عليكم و ليس هنا المرسل حبيبا كيف يتقوم بالفعل هنا؟ و أهله كنت أكمل كتابة القصة يا حبيبتراك أغلطي لا يقالوا منها أكوانا وبالتالك يقلوا لها البداية القصتنا ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم و ليش نكتب في بداية القصتنا؟ لا أعرفت مثل ما نكتب؟ قال لي ونوضي نوضي أنا اللي سوف نكتب للبنات اليوم ومن مور العرس سنأخذ حبيبتي وحياتي ونطر بها لتركيا ونحقق لها الحلم الذي حلمت به عقبالكم يا الشباب ويا البنات إن شاء الله تعيشوا هذه الساعة التي نعيشها دابا حين أحسن حاجة في الدنيا هي يتلقى وجوش يبغوا بعضياتهم في الحلال الله يوفقكم كاملين يا ربي والله يعطيكم ما تمنيتم وهنا سألت قصتنا قبل ما نختم أريد أن نشكر سيرا نونو ونوجه تحية لبنت هيبة التي تخرجت مهندسة كهربائية الله يفرحك بها ويكتب لها شي ساعد لك تتمنى إليها وهنا ما أبقى لي إلا نقول لكم مالغزالة ديالي كاملين ما تخيطش بكم كانت معكم شهر زهد لك أتحمق عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ier ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 شكرا